في مصادر اقتصادية بتقول ان الدولار الامريكي هيشهد انخفاض في خلال الفترة الجاية قدام الجنيه المصري كنا دايما بقول الديني امارة يعني انا دايما كده لما اتكلم في اقتصاد بحب ان حد يقولي كده يحلل لي والله احنا كنا واصبحنا سعر الصرف الامريكي امام الجنيه المصري استقر النهاردة عند متوسط رقم 17 جنيه و73 ارش ده حاجة كويسة جدا والله وسجل اليورو الاوروبي طبعا 20 جنيه و95 ارش ده للشراء و21 جنيه فصلة 08 ده للبيع يا ترى انخفاض الدولار ده هيستمر ولا لا ولا هو مجرد الدفع اللي احنا خدناها كده من صندوق النقد الدولي والدولارات اللي جات من هناك دي هي لحد ما اثرت على سعر الدولار في ناس لحد اللحظة دي بتقول ان حتى 17 جنيه وي اللي احنا وصلنا لهم 17 جنيه و73 ارش دول ده حتى مش الرقم الحقيقي للدولار لان الدولار كان قبل التعويم كان معظم الخبراء بيقولوا ان السعر او القيمة الحقيقية للدولار كانت من 11 ل13 جنيه كانوا بتكلموا كده كن احنا ساعتها حطين الدولار بسعر كان مدعم داخل الدولة المصرية بسعر 8 جنيه 88 بس الخبراء كانوا بيقولوا لا ده هو 11 جنيه او 13 جنيه اول معاومنا وصل ل18 جنيه و19 جنيه وشفنا فتر من الفترات كان 20 جنيه النهاردة السعر الدولار بينزل من 20 ل 17.73 ارش طيب هل هنفضل مستمرين في ده هل هنقدر نوصل للارقام اللي قالها بعض الخبراء قبل التعويم ان الدولار قيمته الحقيقي 11 جنيه او 14 جنيه انا عايز اقول لكم ان الدكتور فخري الفئي وهو طبعا استاذ اقتصاد كبير جدا بيقول ان الدولار هيبتدي ينزل بشكل تدريجي في الفتر اللي جاية هينزل من موجة نظره اسبوعيا 30 قرش كل اسبوع لحد ما هيوصل وهيستقر عند 13 جنيه ونص 14 جنيه ده كلام الدكتور فخري الفئي لما الدكتور فخري يبتدي يتكلم عن هذه الامور ويبتدي يقول ان الاحتياط النقدي المصري في الفتر اللي جاية هيزيد وان اكبر مشكلة كانت موجودة عندنا كانت هي مشكلة التضخم اللي كانت موجودة في الفترة الاخيرة وان احنا الدولة الان بتتجه بشكل صحيح وان احنا كان عندنا خطوتين للاقتصاد المصري كان في خطوة منهم سنة 91 والخطوة دي للأسف الشديد احنا ما كملنهاش ودلوقتي بنعمل خطوة جديدة او نقطة تمركز جديدة محتاجين ان احنا بيها ان احنا ننطلق باذن الله تعالى نستطيع كلنا ان احنا نقول ان الفترة اللي جاية باذن الله يا رب يا رب لما سعر الدولار ينزل بس انا يعني في حاجة انا فعلا باستغربها دايما الحاجة اللي في مصر بتغلى ما بترخص يعني الدولار ينزل بعد كده ما خلاص بقى ما هي احنا تعودنا هي دي بكزا يعني حتى العربيات يعني هي العربية بقت بكزا خلاص هي بكزا الدولار ينزل مش فرق هي بكزا لان ستوك قديم موجود يعني ربنا يهدي يا رب وربنا البني ادم ده فرانكلين ده سبب كوارث كتير والله العظيم في العالم